لأنه وقعت في السابق مراجعة للأسعار لأن الجزائر تبيع الغاز لإسبانيا بأقل من السعر الدولي ووقعت مراجعة للأسعار واشتكت إسبانيا للجأة للتحكيم الدولي والتحكيم الدولي أيد قرار الجزائر في المطالبة بأسعار أكثر فمسألة الغاز الجزائري مكلفة بالنسبة لهم لأن الجزائر تطالب بحقوقها في أسعار تتناسب السوق العالمي لذلك هم يبحثون الآن عن مصدر بديل للغاز بالإضافة إلى أن الغاز الجزائري أفضل من النيجيري في الطاقة الحرارية وفي توليد الكهرباء فهم يعني الآن إسبانيا تستورد الغاز من الجزائر وتمزجه بغاز مستورد من أماكن أخرى وتعيده إلى المغرب وهذا اللي رفضته الجزائر طبعا العملية مركبة إلا أنه لا يمكن أن نفهم بشكل سطحي أنه لماذا أوقفت أو غيرت إسبانيا موقفها هكذا فجأة كين تراكمات وجيران يتمثلون في المصلحة وفي الوضع الاقتصادي المغرب وإسبانيا وقد اتفقتا نظرا لتقارب المصالح وموجودهما في نفس البوتقة من الإشكالية في الحاجة إلى الطاقة هذا التقارب تفسيره اقتصادي في الأولى هذا التقارب هو تفسير اقتصادي بدرجة الأولى